والاول مره هبقى بوصف لكم ريحه متأكده انه كلكم ادي لمعه وترطيب وحرفين لمعه عارفين زي لمعه كده ايه الشعر اللي هم نشوفه في الاعلانات سواء انت عايزة لمعين عايزة ترطيب عايزة تغذية عايزة شعركيت قليطول لازم تدخلي في الروتين بتاعك ما بنجيش ناحية الفروه خالص عشان حمام الكريم من اكتر الحاجات اللي بتسبب قشرة في الشعر لو استخدمتيه على الفروه وبعدين هتبتدي بقى ان انت توزعيه كده على الفرشة او على المش اللي انت بتستخدميه ازايكم عاملين ايه فيديو جديد وفيديو النهاردة يخص الشعر ازاي نسيطر على هيشان الشعر انا كنت بعاني قوي من الموضوع ده لحد فترة قريبة وفي الفيديو اللي فات اللي كلمنا فيه عن حيالة تخص نظافة الشعر وازاي شعرنا يكون اجمل قلتلكم ان انا هعمل لكم فيديو هين فيديو هنتكلم فيه عن ازاي نتعامل معها يشان الشعر والفيديو التاني ازاي نخلي ريحة شعرنا حلوة فالنهاردة هنتكلم عن حيال بسيطة جدا لو عملتيها هسيطري بيعني بنسبة كبيرة جدا على هيشان الشعر وكل الحاجات اللي هكلمكو عنها النهاردة دي انا مجربة اوكي خلينا يلا على طول نبتدي مبدئيا انا مهما كنت احط في زيوت استخدم بديل الزيت استخدم كريمات استخدم اي حاجة كان شعري فيه نسبة كده من الهياشين خاصة كده من قدام او من هنا من اول شعري يعني الباية بيبقى مقصف ملاش دعوة بيه انا بتكلم عن فكرة انه يبقى فيه شعر متطاير كده وهيش فاحنا مبدئيا اي روتين للشعر عشان تنظفيه وعشان يتسلك معيك بسرعة لما تيجي تصرحيه بنستخدم اول حاجة اي نوع شامبو انت بتفضليه على فروة الراس عشان نظفها كويس والباقي بينظف باقي الشعر وبعدين بنستخدم اي بلسم برضو مناسب لنوع شعرك عشان ده بيطر الشعراية جدا وفي نفس الوقت بيخلي لما تيجي تصرحيه الشعر ميفضلش يتقصف ويتقطع منك وبعد كده بنستخدم اي حمام كريم عشان يطر الشعراية وفي نفس الوقت برضو يسهل تسريحه ويغزي الشعر فاحنا لما بنيجي نوضع حمام الكريم بنوضعه كده من عند الودان مثلا لحد باقي الشعر ما بنجيش ناحية الفروة خالص عشان حمام الكريم من اكتر الحاجات اللي بتسبب اشرف الشعر لو استخدمتها على الفروة فاحنا بنستخدم بس زيوت على فروة الراس انما باقي الشعر بنستخدم لها حمام الكريم او بنستخدم له حمام الكريم المهم يعني احنا بنوزع على نص الشعر كده حمام الكريم بتحطيه كده بنسبة كويسة فانا بقى اكتشفت طريقة نستخدم بها حمام الكريم بتقلل هيشان جدا احنا اتفقنا ان احنا مش هنجيبه عنده فروة الراس هتستخدمي مهما هتستخدمي مثلا على نص شعرك بقى من بعد الودن كده او يعني عماتا ما تقربيش للفروة وبالله هيتبقى على اديكي انت قبل بقى ما تخسلي اديكي كده وزعي على شعرك كده حاجة بسيطة يعني يدوب كده تلمسي على شعرك من فوق لو وصف لكو الحركة دي فرقت معي ازاي في انه الهيشان بتاع الشعر يهدأ مش هتصدقوا جربوها وانتو بجد هتشوفوا النتيجة اهم حاجة خدي بس بالبقى على اديك اللي هو يدوب مسحة بسيطة ومسحي كده على راسك من فوق هتلاقي الهيشان قل جدا معيكي بعد الشعر اما بالنسبة الحيلة او الطريقة التانية اللي برضو بتسيطر جدا على هيشان الشعر ان احنا هتجيب جل الصبار وهتجيبي الفرشة اللي انت بستخدميه على شعرك او المشت وتوزعي طبقة بسيطة على الفرشة دي من جل الصبار وبعد كده تبتدي تصراحي شعرك اعيز اقول لكم بيثبت الشعر ببعضه من غير ما يكتله ويكالكا وكلام ده لا هو بيقلل هيشان جدا وبيطر الشعر وبيدي لمعة كده للشعر في كل ما نعمله ان انت هتجيبي جل الصبار وهناخد منه كده حاجة بسيطة حاجة بسيطة او حاجة بسيطة او حاجة لو نتكلم على هيشان فمحتاجين نقلل في كل حاجة يعني تقللي في الكمية اللي انت بتستخدميه عشان الموضوع ما يقلبش بعكس وبعدين هتبتدي بقى ان انت توزعي كده على الفرشة او على المش اللي انت بتستخدميه كده هو وبعدين هتصراحي الشعر بيدي طراوة على الشعر ولمعة وبيقلل هيشان بشكل مش معقول جربوا برضو الطريقة دي وهتفرق معاكو جدا جدا في حاجة كمان بقى مش بس بتقلل الهيشان بتاع الشعر كمان بتساعد انه الشعر ما يتقصفش وبتحافظ لك على شعرك جدا عشان ما نجيش كل مرة نشد فيها التوكا تلاقي الشعر ينازل فيها فالتوك الساتين من اكتر الحاجات فعلا اللي بتحافظ على الشعر بتلم الشعر وبتثبته في مكانه من غير ما تقزيه من غير ما كل مرة تيجي تشيلي فيها التوكا تلاقيها نازلة بشعرك كله فهياتو توك ساتين وفيها كمان ساتين برضو المفروض ان احنا نستخدمها بتقلل جدا منها يشن الشعر وبتحافظ عليه وهي اكياس المخدة الساتين عايز اقولكو بتفرق جدا جدا ان انت تكوني نايمة على حاجة ساتين مش على القطن لان القطن بيمتص كده الزيوت من الشعر فبتحي تلاقي شعرك هاش وانت مش عارف هو هاش ليه ممكن حتى تكوني مدفرة وبتحي برضو تلاقي فيه نسبة كبيرة من الهاشين فان انت تنامي على حاجة ساتين سواء انت بقى عندك مثلا اي بلوزة ساتين قديمة مش محتاجها خلاص او درس او تجيبي حتى قماشة ساتين وانت تعمليها كس مخدة كده وتنامي عليها بتفرق جدا جدا فيهاشين الشعر بس الطريقة دي ما تنفعش غير في الشتاء لانه الساتين بيعرق وبيحرر وبيخنق بصراحة في الصيف ما بستحملهوش لكن في الشتاء هتحس ان هو مدفيكي اصلا كده وانت نايمة وفي نفس الوقت هيقلل هايشان جدا في حاجة كمان لو بقى لو احنا مش عارفين نعمل الموضوع ده في الصيف مثلا وفي نفس الوقت عايزة تصحي الصبح تلاقي ان شعرك هايدي مفوش النعكشة والفركشة والهايشان اللي بيحصل كل يوم بعد ما نام ده يعني مصحة من النوم وهي ان احنا نستخدم برضو البوني الساتين بيحافظ على الشعر جدا هو بيبقى ساتين من بره ومن جوه بس بصراحة اي حاجة ساتين سواء البوني او التوك بتحسي كان انت جاي من زمن غريب يعني شكلها مش اروش حاجة بصراحة وانا عمتها ومحب الشكل البوني كده على شعري وانا نايمة بس عمتها لما بيجي لي فرصة بعمل حركة دي بص حلاقي شعري بيشكرني بصراحة اللي هو انا نمت في هدوء وصحي وانا تمام ما فياش هايشان من الاخر يعني فلو تقداري ان يكون عندك البوني الساتين ده يحفظ لك على شعرك جدا من الهايشان وفي نفس الوقت لو قدرتي طول فصل الشتة بقت نامي على مخدة كده انا جايبها حرفيان كيس مخدة واحد على قدي يعني ممكن ان تكون اللي ملايب كلها حاجة وانا فلشة الكيس ده الواحد وكيس تان عشان شعري يهدى شوية من الهايشان فانسي ممكن تجيبي حاجة على قدك او حتى تفصليها على قديكي شوفي بقى الفرق اللي بجد في موضوع الهايشان ده وفي موضوع اصلا المحافظة على انه الشعر عمتها يكون تاري برضو مضمن اكتر الحاجات اللي بتحافظ على الشعر جدا من الهايشان لو انت هتفرد شعرك سواء بالسشوار او بالبيبليس او اي حرارة هتعرضي الشعر ليها او حتى هتنزلي في الشمس بشعرك او حتى هتنزلي في الشمس الحجاب برضو مش بيمنع عن الشعر حرارة الشمس قوي لو انت هتتعرضي بشكل ديريكت ومباشر للشمس فترة طويلة فممكن بقى في الحالة دي استخدامي اي سيرم بيحمي الشعر اصلا من الهايشان او بيحمي الشعر من الحرارة يعني معانا اصح لانه عمتها الحرارة دي بتجفف الشعر وتمتص كل الزيوت يعني بتنشف الشعر جدا بتشير كل الزيوت اللي فيه فاحنا عايزين نحتفظ بنسبة كده من الترتيب بحيث لما تيجي تفرد شعرك ما تلاقهوش بقى قد كده او لما تيجي تخسليه تحس ان شعرك بقى متضمر فههم حاجة ان انت تستخدمي سيرم قبل ما تعرض شعرك للحرارة فيه السيرم ده من لوريا الالفيف تخيلوا ده بيحمي الشعر لحد درجة حرارة كان 230 ويتشز حاجة عظيمة لازم انت تتغلي في الشعراء في حاجات فعلا لما بيستخدمها على شعري قبل ما بكويه مثلا بالبيبي ليس او قبل ما فرده بالسشوار او كده بتهيش الشعر اكتر وبعدين بتلاقي مثلا البيبي ليس مش ماشي على شعرك او ماشية بس مش بتفرده انما النوع ده اصلا مخصص لكده ففي حاجات مش هتزبط معاك لو استخدمتها عشان تحمي شعرك انما ده فعلا بيحمي الشعر من الحرارة وبيديك نتيجة تحفى وفي نفس الوقت بيسيب الشعر طري كده الحرارة مش بتأثر فيه قوي يعني كي اولي كده ليها تأثير سلبي اكيد يعني بس احنا برضو اكيد هنكوي شعرنا واكيد هنفرده واكيد هنبقى عايزين يعي تغيير فدي حاجة يعني لاغنى عنها او يعني حاجة مش هنقدر ما نعملهاش ففي المرة اللي انت مسلا هتكوي فيها شعرك او كده او تتعرضي الحرارة علي اي ان كانت هي ايه حاول ان انت تحطي سيرم على شعرك يحافظ عليه من الحرارة حمامات الزيت من اكتر الحاجات اللي مفيدة للشعر سواء انت عايزة لمعين عايزة ترطيب عايزة تغذية عايزة شعرك يتقال يطول لازم تدخلي في الروتين بتاعك حمامات زيت عشان الشعر فعلا يستفاد منه بس ضروري عشان تحافظي على شعرك ما تسبيش الزيت اي ان كان الزيت اللي انت هتحطيه على شعرك ايه اكتر من ساعتين ده اولا يعني ماكسيمم بجد ساعتين وبعد كده تخسلي شعرك عشان ما يبقاش حمله وتقل على الشعر زيادة فياخده ويقع من الاخر يعني فضروري واحنا بنعمل حمامات الزيت ان احنا ما نطولش عن ساعتين وفي نفس الوقت احنا بنوضع اقرب حاجة للفروة انت ملكيش دعوة بالشعر خالص احنا بنوضع اقرب حاجة للفروة الفروة دي هي اللي بتفرز زيوت بعد كده بتغذي بقى الشعر فانت لو وبزعتي حمام زيت عالة كل شعرك وغرقتي بقى وكده لما تيجي تخسلي بقى تضطري طعوية تخسلي فيه اكتر من مرة وهتخسليه بالشامبو طبعا عشان ينزل بواقي حمام الزيت اللي انت كنت عاملاه فتلاقي شعرك بقى دي كده فضروري ان احنا نركز على الفروة بتاعت الراس هي دي اكتر حاجة هتتغزة فهتبتدي بقى ان هي تفرز زيوت الطبيعية بتاعتها بشكل مكسف اكتر بعد المساج مثلا اللي احنا بنعمل حمام الزيت بعد ما غزناها فه هتلاقي الشعرية نفسها بعد كده طريت انما انت ما تمسكيش تغرق شعرك بالزيت لانه هياخد وقته اكتر في الغسيل فده اللي بينشفه وبيهيشه بعد كده فحمامات الزيت عاملاه اللي اغنى عنه وبجد مفيدة للشعر اهم حاجة نبقى عارفين ازاي نستخدمها صح اخر حاجة بقى وبعد كده هقول لكم على الغلطات ما نعملهاش عشان الغلطات دي بتهيش الشعر قوي وهي فكرة ان انت بتستخدمي اي حاجة بعد ما تخرجي من الشعر بعد ما خلاص غسلت شعرك وتأكدت ان هو نضيف وحطتيله بالسم عشان تأكد ان هو بقى طاري ومتغزي حطتي حمام كريم عشان يسهل معاك التسريح كل ده تمام انما لازم برضو التوتش واللمسة الاخيرة وانت بتصرحي شعرك عشان يتصرح اسهل وفي نفس الوقت الهيشان يقل فانت ممكن تستخدمي مثلا اي كريم انت بتفضليه على الشعر ممكن تستخدمي بديل الزيت انا بصراحة شعري مش بيجي خالص على بديل الزيت وجربت انواع كتير كلهم بيهيشوا شعري في ناس لا في ناس عادي شعرها بيتقبل يع يعني بديل الزيت وبيجي عليه المهم انت هستخدمي اي حاجة على شعرك او حتى هستخدمي سيروم على الشعر بعد ما خلاص نضفتيه كل حاجة بعد الشعور يعني او بعد ما غسلت شعرك هتستخدمي سيروم عشان يقلل الهيشان بس من اكتر الحاجات فعلا اللي بتدي لمعة وترطيب وحرفين لمعة عارفين زي لمعت كده ايه الشعر احنا بيشوفه في الاعلانات حاجة زي كده هو الاسبري ده انا ليه كم تعليق عليه هقولهم دلوقتي حالا يعني بس هو فعلا بيدي لمعة على الشعر كده غريبة بيحسك ان انت للنهار بتعتني بشعرك هو ده اسمه اوليف ايل وانا جبت الحجم الصغير اجرب فيه كويس ان اجبت الحجم الصغير اجرب فيه لو انت عايزة تحطي على شعرك التوتش الاخيرة اللي تخلي شعرك شكله صحي فعلا شكله بيلمع كده يعني من القلب بيلمع كده بطريقة طحفة هاتي الاسبريدة والاول مرة هبقى بوصف لكم ريحة متأكدة انه كلكم هتبقى شملها معايا دلوقتي وانا برش منه عايزة اقول لكم ان هو ريحته حرفيا حرفيا بيرسول 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 لو انت بتحبي ريحة البيرسول زي هتحبيه انا بحبيته بصراحة ايا محبيتش ريحته خالص دي اول حاجة ثاني حاجة تحسي بقى ان انت دخلة كوافير فهم انت وكله بقى شغال في شعر الستات اللي قدامه او البنات اللي قدامه فانت دخل المكان معبي بقى دخان بيجد بيعمل جو غريب بس هو المفروض بعد ان بتصرح شعرك خالص بتخش انت بقى براسك كده او بشعرك في الدخان بيدي لمع على الشعر مش معقولة مش معقولة مش ممكن خليه طيب اجرب لوكو يعني اول سبري ده بيعمل ايه اهم حاجة في السبري او في السيروم اللي هتحطيه او في الكريم ان ما يقوم بعد التسريح يعني تتصرح شعرك خالص وبعدين تبتدي تمشي اللمسة الاخيرة حاجة بسيطة كده على الشعر سواء السبري او اي مرتب هتستخدميه عشان ما تجيش انت خلاص وزعتي وتيجي تصرحي تاني فتشيل الترتيب اللي انت عملته لأ هو ده بيب التسريح بصو بقى بيستخدم ازاي هو اصلا يعني في بخيخة حتى البخيخة بتاعتو اللي هي بخيخة بيروسول حرفيا مش زي اي هير بيرفيوم او زي اي سبري لا هو بيروسول في نفسه او مهم بقى بصو هيعمل ايه اصلا في الجو هو المفروض هترشي وبعدين او هترشي على الشعر كده او هترشي كده في المكان لو انت عندك بجد يعني حساسية مش هتستحمليه يعني ده اصعب حتى من ديودرنت الرش ده اصعب بانه بمراحل بيخنق بيخنق مش متخيلين بصو احبت ان اختم بيه بص عشان لو باهدلنا الدنيا ما احنا في السريم خلصنا الفيديو خلاص بصو يا جماعة فين يا فين بيروسول يا جماعة بيروسول يعني انا كنت متخيلة للناس اللي عماتوا وصف ريحته ان هو ريحته حلوه هو طالع ريحة بيروسول بالزبط وانا كده مرشتش قوي والاجواء بقى حواليه خلاص بس ما جربتش في حياتي زيه في اللمعة اللي بيسيبها على الشعر بيخلي شكل الشعر صحي قوي ولا هيشام بقى على بتاع وهو اصلا زيت زتون بس تحسون انه بيخرج على رزاز كده خفيف قوي فبيدي لمعة للشعر وبيدي طراوة وفي نفس الوقت ما فيش اي ملمس زيتي في الموضوع ولا تحسي اصلا هو زيت زتون ولا بنسبة واحد في المية وشتحسي اي تزييد على شعرك خالص هو في منه حجم كبير كده في منه احجام يعني في حجم وسط اعتقد اكبر من ده وده سعره كان حوالي 20 جنيه او 25 جنيه حاجه كده يعني بس هو جميل في الموضوع ده فلو انت هتستحمل الريحة لو هتستحمل الريحة هاتي بجد يعني بيد للشعر مظهر صحيوي خليني بقى يلا اختم معاكم الفيديو ده بعداد غلط ممكن تكوني بتعمليها هيا دي اللي بتسبب هاشان الشعر فمهما عملت الشعرك برضو هيفضل هايش لو انت بتعملي اي حاجة من الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي واول حاجة وهي المشت البلاستيك المشت البلاستيك بجد بيكهرب الشعر فبيشيطه وبيه هايشه ومتخيلش اضراره عاملة ازاي فضروري انت تبدلي المشت البلاستيك اللي انت بتستخدميه مشت خشب او بفرشة خشب هيبقى قلطف بكتير على الشعر وهيحافظ عليه كمان وهيقل معنا الهاشان اما الحاجة التانية وهي المية السخنة ابعدي عن المية السخنة انا عارفة ان الشاور في وقت الشيطة بيبقى صعب ونبقى محتاجين اي حاجة تدفينا وان المية تبقى نزلة سخنة جدا بس حاولي في الوقت اللي انت هتخسلي فيه شعرك ان المية قد لست تكون فترة شوية ده هيحافظ على شعرك جدا لكن المية السخنة بتنشف الشعر وبتشفط منه كل الزيوت بتدوب وبتبوش الزيوت فبتلاقي ان شعرك بجد قمة في الهاشان وقمة في الجفاف فضروري ان احنا نخسل شعرنا طول الوقت بمية فترة اما الحاجة التالتة اللي بتسبب هاشان الشعر ودي قاعدة احنا متفقين عليها جدا وهي فكرة انه مش بالكم ولكن بالكيف فضروري انت بتتخدمي الشامبو بتاعك ان تتنظفي بفروط الراس ان انت اولا ان يما تخفيفه بمية يما تخفيفه مثلا فيه اكتر من اوبشن يعني المهم ان انت بستخدميش كمية كبيرة فيه بيحط عليه خلطه فيه فيه بيحط عليه زهرة اللي هي البابونج دي برضه بتطري شعر جدا او يعني بتفرق جدا في صحية الشعر فيه بيخففه بمية تورد فيه حاجات كتير جدا ممكن تخفيفه بيها كمية الشامبو اللي هي اصلا صغيره فمش بان انت تدلقي دلق وتبتدي تنظفي بيه شعرك ده بيهيش الشعر جدا وبيضمره ضروري انت تاخدي كمية صغيرة واصلا تخفيفيها سواء بمية بقى او اي حاجة ممكن تحطيها تفيد شعرك لو عندك اشرة مسلا يستخدمي خلي التفاح او اي ان كان الاضافة اللي انت هتحطيها ايه اهم حاجة ان احنا مستخدمش كمية كبيرة عشان ما يقصدش على فروة الراس يجففها يطلع اشرة يسببها يشام في الشعر الغلطة اللي بعد كده اللي بتهيش الشعر جدا هي فكرة ان انت يتعرض شعرك للحرارة من غير ما تكون يحط عليه اي حاجة تحافظ عليه شوية من شدة الحرارة لانه بجد لما الشعر بيشتشفت منه الزيوت سواء عن طريق بقى الحرارة المية السخنة الشمس لو بيستخدمي بيبليس او سشوار كل ده بيجفف الشعر جدا فبالتالي بيهيش فضروري ان تتحافظي على شعرك بيستخدمي اي سيروم او اي حاجة تحافظ على الشعراية وانت بتفريدي اما الحاجة الاخيرة اللي بتسبب هايشان في الشعر هي ان انت تنامي وشعرك تايب ان انت متل ميش شعرك او على الاقل الضفاري عارفين الضفيرة على الواسع كده دي بتحافظ جدا على الشعر وانت نايمة وبيقلل كمان معاكل هايشان تاني يوم صبح او ان انت استخدم مثلا البونيه الساتين اللي احنا اتكلمنا عنه لو تقدار يعني تسح من شكلك به بجد بحس ان انا واحدة من زمان كده رجعت لسبعينات مثلا ولا لابسة البونيه او انا لابسة توكة بلونها الغريب ده مش عارفة كده كده مش عارفة جالي اللون ده غريب ما كنت شايفة كده 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 شايفة على كحلي تقريبا بجال اللون الجنزالي اللي انا بحبوش ده المهم يعني فتحس انت رجعتي بالزمن كده الورا ايا كان بلاش البونيه الساتين مش لازم خالص بس ما تناميش وشعرك سايب لان دي بجده من اكتر الحاجات اللي بتهيش الشعر وبتبوزه فضروري ان انت تلمي شعرك ضفيرة على الواسع او انت تلميه بتوك خفيفة ايا كان حاول انت تلمي شعرك عشان كما ما يجيش على بشرتك وبعد كي يسبب حبوب وزيوت اللي على شعرك بقى والبكتريا تمسك في بشرتك وندخل في قصة تانية خالص عايزين نحافظ على بشرتنا وعلى شعرنا على قد ما نقدر حتى واحنا نايمين وبس كده دي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة يا رب يكون عجبك ويكون فاتك ويكون كمان اضاف لكم حاجة جديدة وليه تحت في التعليقات الحاجة اللي الاول مرة تعرفوها من فيديو النهاردة وكمان لو عندكم اي نصايح حيال تريكات تخص العناية بالشعر وتخص كمان ازاي نقلل الهيشان الشعر والهيالي تحت في التعليقات عشان كلها نستفاد من بعض بشكركم جدا جدا وبحبكم شوفكم الفيديو الكي على خير اشتركوا في القناة